نعم حسين الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي مستمر على مناطق مختلفة من محافظات قطاع غزة لكن محافظتي خان يونس ومدينة غزة هم اللتين لهم النصيب الأكبر من تلك الغارات في مدينة غزة هناك استمرار لحصار مجمع الشفاء الطبي لليوم 11 على التوالي وايضا احتجاز عدد من المرضى والكوادر الطبية في مبنى التنمية البشرية داخل أحد مباني مجمع الشفاء الطبي وهناك عملية تجريف داخل ساحات مجمع الشفاء الطبي وإطلاق نار في محيط هذا المجمع أيضا غارات إسرائيلية مكثفة على مخيم الشاطئ وعلى حي النصر وعلى منطقة الرمال الشمالي والرمال الجنوبي وخاصة في منطقة الصرايا وشرقي مدينة غزة ومحيط مجمع الشفاء الطبي تم استهداف عدد من المنازل على رؤوس ساكنيها ولا يعرف مصيرهم حتى الآن لكن هناك نداءات استغاثة من قبل المواطنين بدرورة تحرك سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى تلك المناطق لكن الدفاع المدني يتحدث بأن الجيش الإسرائيلي يمنع وصول أي من سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى تلك المناطق المجاورة لمجمع الشفاء الطبي أيضا هناك مطالبات للصليب الأحمر بضرورة الوصول إلى مجمع الشفاء الطبي ومحيطه من أجل انتشال جثمين عدد كبير من الشهداء وأيضا هناك عدد من الجرحة ما زالوا تحت الأنقاض لكن لا أحد يستطيع الوصول إليهم هناك منزل في شارع النصر تم استهدافه لعائلة السكيك ويوجد بهذا المنزل أكثر من عشرين مواطنا وتم استهداف هذا المنزل بمن فيه ولكن حتى الآن لا يعرف مصيرهم الناطق باسم حركة فتح تحدث بأن هناك مئات جثمين الشهداء ملقا على الأرض في شوارع مدينة غزة في ظل استمرار العملية العسكرية في المدينة وطالب الصليب الأحمر بضرورة التنسيق والوصول إلى تلك المنطقة من أجل انتشال جثمين الشهداء وموراتها الثرى أيضا في شرق مدينة غزة تم استهداف منزل في منطقة البلتاجي وهناك ثلاثة شهداء وعدد من الجرحة الوضع في مدينة غزة وخاصة في محيط مجمع الشفاء الطبي وهناك كارثة كبيرة في هذه المنطقة لوجود عدد كبير من جثمين الشهداء والإصابات وعدم وصول أي أحد سواء من طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني أو الصليب الأحمر إلى تلك المنطقة أيضا في خانيونس هناك أيضا استمرار للغارات الإسرائيلية والقصف الجوي والمدفعي على مناطق متفرقة سواء منطقة الفخاري شرقي مدينة خانيونس منطقة أيضا القرارة شمالي محافظة خانيونس ومنطقة حي الأمل والمخيم الغربي غربي محافظة خانيونس هناك سلسلة من الغرات واستمرار للعملية العسكرية في مستشفى الناصر الطبي وفي محيط أيضا مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني هناك حصار لهذه المشافي بعد إخلاءها من الكوادر الطبية والنازحين والمرضى وبالتالي حتى الآن لا نعرف ما الذي يدور في تلك المنطقة لصعوبة الوصول والتواصل مع محافظة تيخانيونس جراء انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت منذ أكثر من سبعين يوما على التوالي وبالتالي هناك مئات ألاف المرضى والجرحة دون رعاية صحية وهذا سيزيد الخطر عليهم وسيفاقم من معاناتهم وربما سنشهد حالات وأفاة خلال الساعات الماضية جراء خروج مشافي محافظة تخانيونس عن الخدمة لأن أمراض مزمنة عدد كبير من الجرحة في تلك المحافظة وخاصة هم في مواصم محافظة تخانيونس بحاجة إلى العلاج والرعاية الطبية أيضا في وسط قطاع غزة كانت هناك سلسلة من الغارات الإسرائيلية على النصيرات والبريج والمغازي ومنطقة الزهرة ودير البلح لكن حتى الآن وفق المعلومات هناك عدد من الشهداء وعدد من الجرحة وتم وصولهم إلى مستشفى شهداء الأقصى أيضا في شمال قطاع غزة مخيم جباليا هناك غارة إسرائيلية استهدفت أحد المحال التجارية وهي لبيع الأجهزة الكهربائية ما أصفر عن وقوع عدد من الإصابات واندلاع حريق كبير في هذه المحلات وأيضا هناك غارات إسرائيلية في بلدة بيت لاهيا وبيت حنون واستهدفت أراضي زراعية وبعض المنازل في تلك المناطق في محافظة رفح حيث نقف نحن هنا الهدوء الحذر هو سيد الموقف مع استمرار التحليق المكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية والطائرات المسيرة في أجواء هذه المحافظة ويأتي هذا بعد ساعات من تسجيل 15 شهيدا في محافظة رفح جراء سلسلة من الغارات الإسرائيلية استهدفت منازل للمواطنين وأراضي زراعية وأراضي حدودية في هذه المدينة شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات زميل أيمن أبو شنب مراسل الغد كان معنا من رفح شكرا لك أيمن